مليونيرا تفاجئ طفلا فقيرا لن تصدق النهاية كان اسكار عائدا إلى منزله على متن دراجته البالية لقد قضى يوما قاسيا في المدرسة لكنه كان سعيدا لأنه تمكن من تعلم عدة أشياء جديدة وقبل وصوله إلى المنزل بخطوات شاهد شيئا يتحرك في الطريق وعندما اقترب رأى امرأة جريحة كانت تحاول أن تقف على رجليها رمى اسكار بالدراجة وأسرع جريا لمساعدتها قالت السيدة شكرا يا فتى يسعدني كثيرا أنك تبحث عن محفظتي بالسيارة وتجلب لي الهاتف لطلب المساعدة اقترب اسكار من السيارة وتفاجأ بتلك السيارة التي لا يمتلكها إلا الأغنية وعندما فتح المحفظة شاهد الكثير من المال لكنه لم يأبه به أخذ الهاتف للسيدة ورفقها إلى أن وصلت سيارة الإسعار كيف يمكن أن أجزيك عما فعلته معي يا فتى سألته السيدة قائلة أرى أن درجتك قديمة يمكنني أن أهديك واحدة جديدة قال اسكار وهو يعلم أن السيدة تملك مالا كثيرا ليس ضروريا سيدتي أمي تقول أننا إذا دفعنا كلنا ثمن الجميل الذي فعله أحد لنا بأن نقوم بدورنا بمعروف لشخص آخر سيكون العالم أفضل سأكون سعيدا عندما ترافقين شخص آخر يحتاج المساعدة في المرة القادمة ولا تنسي أن تطلبي نفس الشيء منه تفاجأت السيدة من كلمات أسكار ومنحته بطاقة تحمل صورتها وعنوانها ورقم هاتفها الشخصي ثم غادرت في الإسعاف عاد أسكار إلى بيته وحكى ما حدث لولديه وبعد أن انتهى أعطى لأمه البطاقة التي منحته السيدة انتهشت أم أسكار ليسألها الإبن ما الذي حدث يا أمي يبدو كما لو أنك رأيت شبحا لا شيء ولدي أنا فخورة لكون ابني ساعد شخصا مهما كهذه السيدة وبعد مرور أيام جاءت السيدة إلى بيت أسكار وعندما رأى هطفل لم يصدق عيناه فقال يسعدني كثيرا أنك شفيت لكن كيف عرفت منزلي أجابته لأنك صورة طبق الأصل لأمك وفي هذه اللحظة خرجت وليدة أسكار ليعانق بعضيهما البعض كما لو كانتا أختيني التقتا بعد سنوات من الفراق قالت أم أسكار هذه المرأة تدعى روز لقد ساعدتني قبل سنوات عندما كنت حاملا حيث حملتني على متن سيارتها إلى المستشفى وعندما سألتها كيف أشكرها على هذا المعروف أجابت قاطعها أسكار انتظري أمي قالت لكي إذا شكرنا كلنا المعروف الذي نتلقاه بالقيام بمعروف آخر لشخص جديد سيكون العالم مكانا أفضل وأجمل بالفعل قالت السيدة فهم أسكار ما عملته والدته وقد عمله بدوره لشخص آخر كما أدرك أن العالم يكون أكثر سعادة عندما نقوم بمعروف في شخص آخر كشكر للشخص الذي قام بجميل في حقنا إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم